هذا وقد حضر معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مأدوبة غداء أقامها معالي السيد بن كيمون الأمين العام للأمم المتحدة على شرف زعماء الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء الوفود وذلك على همش مشاركتهم في اجتماعات دورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وجرى خلال مأدوبة الغداء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وتبادل الآراء ووجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك